موسيقى تنطلق على بركة الله وتوفيق وتحمل لنا هذه الأعداد التي تشارك من مسافة الثمانية كيلو مترات وهكذا متابعين الكرام اندفاع لشوطنا القادم وانطلاق هذا الشوط وفي هذه اللحظات يصرني ويشرفني أنه رحب بسمو شيخ اذياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل هيان الذي وصل في هذه اللحظات لمتابعة وانطلاقة هذا الشوط فمرحبا بمحمد بحضورك المشرف والميمون واندفاع سباقات الهجن العربية الاصيلة كما يرحب القائمين على كرنفال مهرجان زايد التراث دائما الحاضرين والدعوة عامة لحضور الكرنفالات والاحتفالات التي تقام في ميدان الوثبة هناك التصوير وهناك المسابقات الثقافية والتراثية والاحتفالية وهناك اليول أيضا وهناك كل ما يدور داخل أرضية ميدان الوثبة في تمام الساعة الرابعة مساء من كل يوم أيامنا الماضية وأيامنا القادمة بإذن الله تعالى أتمنى أن تكون أيام عامرة بالأفراح والسعادة وأن يديم سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلن هيام بالصحة والعافية ويجعله ذخرا لنا يا رب العالمين عيد الاتحاد الثالث والأربعين يقترب ويقترب في الثاني من ديسمبر ونحن نحتفل من هذه اللحظات وأبدأ مع مقدمة الشهود ومع المركز الأول الشاهنية تأتي على المركز الأول في هذه اللحظات أم هنا تأتي الغزيل مع المركز الأول مع مقدمة الشوط الغزيل لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر انطاء طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والانطلاق بين من نقله إلى المركز الثاني الفايزة 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 وعساك داين فايزة الشعار الفايزة مع المركز الثاني لحجن الرئاسة يتقدم مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المنطلق مع الفايزة في مشاركتنا في هذا اليوم هنا يتقدم أبو أحمد المميز بينما المركز الثالث الشاهنية لهجن الرئاسة يأتي صالح بن سعيد بالعرج المري في عملية التضمير والمتابع المركز الرابع في هذه اللحظات المتقدمة والمنطلقة بشعار سمو الشيخ انهيان بن اذياب بن سيف آل انهيان والمضمر هو الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة وهي انطلقت الشاهنية على المركز الأول وما زالت مسيطرة على مقدمة الشوت في هذه اللحظات بعد أن خطفت المركز الأول الشاهنية لسمو الشيخ انهيان بن اذياب بن سيف آل انهيان بينما المركز الخامس الشاهنية لسمو الشيخ حمدى بن راشد بن سعيد المكتوب وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير وتأتي أيضا هناك بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوب المتقدمة بشعار طارش بن مبارك بالقوبع الحميري في عملية التضمير والعناية بينما المركز السابع تأتي هنا طواري السلام طواري تتقدم لسمو الشيخ اذياب بن محمد بن زايد الانهيان والمضمر لطواري محفوظ بن خميس اللي نيبي من قدم لنا مع الشوط الناموس الاول مع مهابة ومع هذا الشعار هكذا نعود الى مقدمة الشوط نعود الى المركز رول وإلى الشاهنية بشعار سمو الشيخ انهيان بن ذياب بن سيفا الانهيان الصادق فضل الامين يلا يا الصادق خلها تصدق مواعيدك بالناموس نتمنى هذا الشعار ان يكون دائما في قوته وهو قوي باذن الله تعالى والقوة لله سبحانه وتعالى يتقدم هذا الشعار والصادق فضل الامين في المتابعة وبحضور سمو الشيخ اذياب بن سيفا بن محمد الانهيان المتابع والداعم لهذا الشعار ايضا الاسماء التي تقدمت الاسماء التي وصلت الاسماء التي انطلقت هنا لوحة جميلة وصورة جميلة مع مقدمة الشوط تؤكد قوة المنافسة في كل محفل وان اي شوط في اشواطنا لابد ان تكون المتعة حاضرة والانطلاء خمسة ذلل ثنايا من الاسائل المهجنات تدور في موقع واحد في موقع واحد وان دل هذا الشيء يدل على قوة المنافسة انطلقت مع المركز الاول الشاهنية 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 ليسمو الشيخ انهيان بن ذياب بن سيفال انهيان والصادق فضل الامين بينما المركز الثاني تأتي الشاهنية ليسمو الشيخ حمداب الراشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير والمتابعة بينما المركز الثالث تأتي الفائزة الفائزة مع المركز الثالث التي تتقدم بتجهيزاتها لهذا الموسم الفائزة لحجن الرئاسة والمضمر مبارك بن احمد بن مايد الخيلي يتقدم المميز الذي دائما وابدا ما يظهر الا في الاوقات المميزة والمناسبة اللي عودنا عليها ابو احمد يجعلك ذخر لنواميس المركز الثالث القادم طواري طواري لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد الانهيان يتقدم محفوظ بن خميس النيبي يتقدم بو ناصر في عملية التضمير المركز الرابع المركز الرابع الشاهنية لسمو الشيخ انهيان بن ذياب بن سيفال انهيان الصادق فضل الامين في عملية التضمير والمتابعة بينما نقلتنا ايضا على المركز الخامس القادمة مع المركز الخامس الشاهنية لحجن الرئاسة مع صالح بن سعيد بالعرج المري ولنعوده الى مقدمة الشوت لنعوده الى المركز الاول ما زالت الشاهنية مع مقدمة الشوت لسمو الشيخ عمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد في عملية التضمير والمتابعة والانطلاق لمقدمة الشوت مع هذا الشعار بينما المركز الثاني المركز الثاني تأتي طواري طواري مع المركز الثاني تأتي للحالات الطارئة للحالات الطارئة تتواجد طواري وتقدمت بشعاري سمو الشيخ اذياب بن محمد بن سعيد الانهيان محفوظ بن خميس الانيبي يتقدم الزعيم العيناوي في عملية التضمير المركز الثالث المركز الثالث الفايزة لهجن الرئاسة مبارك بن احمد بن مايد الخيالي يتقدم مع الفايزة ونحن نقترب من المنعطف الأخير والمنعطف الخطير منعطف خطير وصعب وحام وعندما ذكرنا بأنه المنعطف الخطير ظهر الخطر ظهر الحمر ظهر اللي دائما وابدا ما يقدم لنا النوميس مبارك بن احمد بن مايد الخيالي في تجهيزاته ومشاركاته في هذه الانطلاقات يقدم الفايزة 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 لهجن الرئاسة أيضا طواري طواري يا طواري وهي فائزة معنا في الأسبوع قبل الماضي في مشاركة الكبار الأولى من مسافة الثمانية كيلو مترات فازت طواري ليسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد عن الانهيان محفوظ بن خميس الينيبي في عملية التضمير الشاهنية مع المركز الثالث ليسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي يقدم الشاهنية وهي تشكل الضغط المستمر ولكنها نحن متابعين الكرام في لحظاتنا الأخيرة من عمر هذا الشوت الفايزة الفايزة وعساك دايم فايز يح الشعار عساك دايم فايز والمميز المميز انبارك بن احمد بن مايد الخيالي مع المركز الأول مع الخمى الحمر الخطر الخطر الحمر بينما المركز الثاني طواري طواري تأتي مع المركز الثاني لسمو الشيخ اذياب بن محمد بن زايد الخيالي المقصورة الرئيسية تبتسم تبتسم لك يا الخيالي ولشعار حجن الرئاسة وكأنها تذكرك بموعد الختاميات وأنت والله الحزام والسند تهانينا لحجن الرئاسة على هذا الفوز وتهانينا للمميز مبارك بن احمد بن مايد الخيالي على فوز الفايزة في المركز الأول أيضاً اللي فازت في المركز الثاني أيضاً طواري ليسمو الشيخ اذياب بن محمد بن زايد قال انهيان شعار أيضاً يهمنا أمره وكافة الشعارات تهمنا ولكن دمي حمر يا أخواني أيضاً تانينا للمضمر محفوظ بن خميس لنيبي على هذا الفوز بينما المركز الثالث الشيائنية لهجن الرئاسة مع الصالح بن سعيد بالعراج المري المركز الرابع الشيائنية لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وخامساً شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم فازت الفائزة وهذا هو ما عودنا عليه المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيالي برفقة شعاري هجن الرئاسة التي تنتزع ناموس وتفوز في شوط المهجنات الأول وهنا لحظة تسلولها وانطلاقها وهنا التوقيت الزمني 13 دقيقة 19 ثانية ست أجزاء من الثانية تمنياتي لهذا الشعار دائماً التوفيق والنجاح والفوز وللمميز ولإخوان المضمبرين أيضاً بينما المركز الثانية 13 دقيقة 19 ثانية وثمان أجزاء من الثانية وصلت في طواري لسمو الشيخ الدياء بن محمد بن زايد لنهيان مع محفوظ بن خميس إلينيبي وثالث المراكز وصلت في الشاينية لهجن الرئاسة مع صالح بن سعيد 13 دقيقة 25 وتسع أجزاء من الثاني هذا كل ما لدي في هذا المساء أخواني والزملاء المعلقين يتواصلون بالوصف والتعليق ولهم التحية والاحترام عبدالله العمدة وزرع راشد شاعرنا وليحافي حمدان وعبدالله الوهيبي وسالم الحبسي وياسر ذوفي وبن طويرش وقائد مركبتنا يوسف لننطلق مع شوط المحليات الخاص بالثنايا القعدان